اشتركوا في القناة لتواصل مع الآخر بلا أحكام ولا صراع ولا عنف دعونا من القشور وهيا بنا نؤسس عالما فكريا فالجمال الحقيقي لا يرى بل يكتشف فإذا كان العقل محدودا يقف عند عتبة الجسد عاجزا صاغرا فما فائدة الملابس التي تواريه التغيير الحقيقي يبدأ من الداخل ووحدها القراءة مفتاح التغيير فوجه محجوب بكتاب ليس عورة مستورة بل ثورة مشروعة والبؤساء الفعليون هم أولئك الذين لم يكتشفوا مدعة القراءة بعد خلف الكتاب الذي تراه يوجد أكثر من مجرد جسد خلف هذا الكتاب يختبئ فكر متقد فكرة مستنيرة روح متشبعة بالقيم بكتاب أتسطر عن العالم وأنفتح عنيه أكثر فبالكتب نصبر أغوار المشهول تفتح لنا عين ثالثة نسافر إلى شتى أنحاء العالم ونشارك مخلوقاته عصف سنفونيتها الخالدة نذوب في محيط المتناهي من الإنسانية ولكن الرحلة الكبرى هي تلك التي نقوم بها بداخلنا لنصل إلى ذواتنا ونتصالح مع أنفسنا ونشرع بعد ذلك عقولنا على مسرعيها ليدخل من يشاء من إخوتنا في الإنسانية ويعرف حقيقة أفكارنا من غير زيف ولا تزويق فهل من وجه مخفي منير أكثر من وجه يختبئ وراء كتاب اقرأ اقرأ ولو كلمة سطرا سرعان ما ستحول فقرة ففصلا فكتابا اقرأ بحيادية تجرد من كل شيء اقرأ بلا انحياز مسبق حاور الكاتبة حاجج كن قارئا مختلفا اقرأ لكي لا تكون مجرد نسخة رق فقط شخص آخر اقرأ لكي تصدع بالحرية ده روحك تحلق في رحاب من كلمات وغص عميقا في محيط من الحروف دع العالم من حولك يسقط دع الحدود تتهاوى غادر وطنك مدينتك جسدك وهم على وجه البسيطة تنقب بالكتب لتصبح لحظتها إنسانا وحسب وعلم انه اذا كان جمال الوجه فان وفتنة الجسد ثائلة فجمال العقل لا يزول كتابي نقابي ضد ثقافة المظاهر كتابي نقابي من أجل ثورة الكتب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر